بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونحمده ونشكره على تشريفه وتكريمه للإنسان بتحميله رسالة العلم من نافذة هذه الخلية الثقافية العربية التي تضمنا أحييكم أعزائي الكرام بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته باسم سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد ألي سعود أتوجه بأجمل التحايا لقائدنا الغالي الأستاذ دكتور سيد محمد الشريف العجلاني ولأطر مجلس إدارتنا في شخص الأستاذ الدكتور أسما أمين الفاضل وللجنة التنصيقية الخادومة وللعزيزات في التوضيب الفني والتقني ولكافة الأعضاء الأجلة أفتتح أمسية الليلة التي هي الثالثة في سلسلة اللقاءات التقافية العربية الدولية عن بعد ضيوف وقضايا في نسختها الثانية بعنوان في الرحابي الطاريخ والرغبة ولله الحمد في العطاء يزداد منسوبه أمسية بعد أمسية ومتعة التفاعل والتواصل مع الضيوف يرتفع إقاعه بشكل ملحوظ والسبب يكمن في كوننا فعلا أمام ضيوف من نوع خاص تم انتقاؤهم بعناية كبيرة لمعالجة قضايا تاريخية هي جزء من ماضينا وصانعة لحاضرنا ومتحكمة في مستقبلنا الليلة أيها الأفاضل لنعود إلى بلاد المغرب وبالضبط إلى مدينة الرشيدية عروسة جهة درعة تفيلات ومع ضيفنا الشاب والطموح الأستاذ دكتور عبد الواحد الهاروني علاوي الحاصل على شهادة الدكتورة في الطاريخ من جامعة مولى إسماعيل بمدينة مكناس في موضوع الأضرحة والمزارات بمكناس المصر المهني لضيفنا الكريم كانت بدايته مع التدريس في السيك تانويت هيلي بالأكاديمية الجهوية لمهاني التربية والتكوين لجهة درعة تفيلات ليرتقي بعدها إلى التعليم العالي كأستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهاني التربية والتكوين بنفس الجهة سجل عضويته في الكثير من الخلايا البحثية فهو عضو بمركز رقي للدراسات والأبحاث بمكناس عضو بالمنتدى الأوروبي للوسطية ببلجيكا عضو فارق البحث التدبير الإداري والتربوي والاجتماعي بالمركز الجهوي لمهاني التربية والتكوين بالراشدية عضو الهيئة العلمية لمجلة مسالك للتربية والتكوين التي يصدرها نفس المركز عضو هيئة تحرير مجلة قوافل بسجل ماسة عضو مركز سافيلات للدراسات والأبحاث بأرفود الذي يهتم بالبحث في التاريخ والطورات والتنمية المجالية سهم ضيفنا الكريم في التراكم المعرفي في مدى التاريخ من خلال إنتاجاته العلمية وإساماته الفكرية فهو صاحب إصدار جديد بعنوان مؤسسة الصالح بمكناس الأولياء والبينيات والوظائف وهو من إصدارات مركز رقي هذا إضافة إلى كتابين هما في طور النشر الأول بعنوان عبد الملك السعدي والمتوسط الوعي بالتفاوت وتجربة التحديث والثاني بعنوان المجتمع المغربي والأزامات 1727 و 1757 مظاهر الأزمة والردود الفعل المختلفة هذا إضافة إلى مشاركته في العديد من الندوات الوطنية والدولية في مواضيع تاريخية وتربوية وآخر مشاركة له كانت في إطار ندوة علمية وطنية بمدينة غرسيف لصالح طلب الباحثين في سلك الدكتورة في موضوع الجوائح والأزامات بالمغرب بين الأمس واليوم رؤى ومقاربات وذلك يومي الجمعة والسبت 1-2 يناير 2021 هذا إضافة إلى إنجازه الكثير من المقالات التي هي الآن منشورة في إطار كتب جماعية ومقالة أخرى هي في طور النشر في إطار مجلات محكامة بمواضيع مختلفة ومتنوعة قارب عددها العشرون وكان آخرها تطبيق مخطط تربية دامج في مناهج جاتكوين بالمراكز الحصيلة والآفق وكذلك مقال آخر بعنوان جوانب من المقاومة الصوفية بتافيلات خلال مرحلة الحماية الممتدة ما بين 1912 و1956 مقال آخر بعنوان معطيات حول التصوف المغربي خلال القرن 11 هجري الموافق لـ 17 ميلادي من خلال تقييد أبي زيد عبد الرحمن الفاسي نظرة الذاكرين بالرد على المتعنتين تبقى هذه السيرة الذاتية جد مختصرة للمنتوج الفكري لضيفنا الكريم الذي سيطري معارفنا في هذه الأمسية المباركة في موضوع يهمنا نحن كمغاربة ويهم كذلك إخواننا المشارقة وهو المعنون بالتواصل الروحي والحضاري بين المشرقي والمغرب من خلال كتب الرحلات الحجازية وسيتكلف بتسيير هذه الجلسة الثقافية العلامة والأستاذ دكتور سعد المصلح من بلاد المغرب وهو أستاذ باحث في اللغة العربية وأدبها أستاذ زائر بجامعة مولى إسماعي بمدينة مكناس مؤطر الأئمة ضمن خطة ميطاق العلماء لدى المجلس العلمي المحلي بإقليم الخميسات عضو لجنة البحوث والدراسات والتكوينات بالمجلس العلمي عضو هيئة تحرير مجلة المجلس العلمي وخطة بجمعة فمرحبا بالضيف الكريم الأستاذ دكتور عبد الواحد الهروني ومرحبا بالأستاذ الدكتور سعد مصلح فله الآن الكلمة فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم سمو الأميرة الجليلة الدكتور الجوهرة بنت فهد حفظها الله ورعاها رأية هذا الصرح الثقافي المنيف سعادة الدكتور الشريف العجلاني حفظه الله قائد هذا المنتدى المبارك فضيلة الدكتور عبد الواحد الهروني علوي ضيف هذه الأمسية الثقافية المتميزة اغتنى أيقونة هذا المنتدى الدكتور جميل الفيللي مديرة منسقة الأمسية جنود الخفاء وأعضاء الصف التقني والفني في مجلس الإدارة أعضاء النخبة الأفاضل والفضليات في شتى أرجاء وطننا العربي الحبيب وكل من يستمع إلينا ويحضر ملتقانا أحييكم تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكل فخر واعتزاز يطيبنا أن نلتقي بكم في الحلقة الثالثة من ملسلسل في رحاب التاريخ الذي يأتي في النسخة الثانية في إطار سلسلة ضيوف وقضايا بعنوان التواصل الروحي والحضاري بين المشرق والمغرب من خلال كتب الرحلات الحجازية هذا الموضوع لا شك أنه ينبطق من أدب الرحلات وأدب الرحلة عند العرب يطلق على الكتابات التي دونها رحالة المسلمون وغيرهم الذين يصفون فيها البلدان والأقوام يذكرون فيها أحداث تجوالهم ودوافع رحلاتهم وما قد يصاحب ذلك من بلورة الانطباعات الشخصية أو إصدار أحكام تقويمية لما شاهدوه أو سمعوه وقد ارتبطت الرحلات عند العرب بدوافع متعددة منها ما هو اقتصادي مرتبط بالتجارة ومنها ما هو ديني مرتبط بمناسك الحج ومنها ما هو سياسي مرتبط بالفتوحات وتبادل السفارات ومنها ما هو علمي مرتبط بطلب العلم أو التصنيف فيه ومنها ما هو سياحي مرتبط بحب المغامرة واكتشاف المجهول وأين كانت الدوافع فوظيفة الرحلة إيجابية في إغناء الجانب المعرفي للإنسان خصوصا فيما يتعلق بعلوم التاريخ والجرافية والحضارة بالإضافة إلى تحقيق التواصل الإنساني بين الشعوب وبهذا اعتبر بعض الدارسين أدب الرحلة نواة لظهور الإثنغرافيا الذي يستهدف المقارنة بين الشعوب من حيث النظم الاجتماعية وما عرفته من تطور تاريخي بهدف استخلاص النظريات والقوانين وتظهر أهمية الرحلة في ميزتها الأدبية باعتبارها فنن حكائيا تتفاعل في مكونات السرد والوصف والزمان والمكان والشخصيات وقد عرف العالم العربي والإسلامي مجموعة من الرحالة كابن فضلان والمسعودي والمقدسي والإدريسي وأسامة بن منقيد وياقوت الحموي وابن سعيد وابن جبير أما أشهرهم بلا منازع فهو ابن بطوطة الذي قام برحلة طويلة دامت زهاء ثلاثين سنة وامتدت من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق والتي اشتهرت بالعنوانها تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار كما يقدم هذا الكتاب مادة علمية غزيرة عن طبيعة البلدان وإحوال الشعوب الاجتماعية والاقتصادية والتقافية والدينية إلى آخر وفي هذه الأمصية سنسعد بالاستماع إلى ما يجود به إبداع أخينا الدكتور عبد الواحد الهاروني الذي سيزيح الستارة عن موضوع التواصل الروحي والحضاري بين المشرق والمرض من خلال كتب رحلات الحجازية نرجو أن تطيب أمصيتكم بحضور ضيفنا الكريم وأن تغنوها بمداخلاتكم وتفاعلكم وعطائكم والكلمة للدكتور عبد الواحد الهاروني فليتفضى المشكورة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صاحبة السمو الأميرة الدكتور الجوهرة بنتفهد آل سعود فضيلة الدكتور قائد النخبة الدكتور محمد الشريف الأجلاني الأخت الدكتورة مديرة ومنسقة هذه الأمسية المبدئة جميلة الفلالي أستاذنا الفاضي المسيد هذه الجلسة الدكتور الفاضي السعيد المصلح أستاذ أعضاء مجلس الإدارة أستاذ جنود الخفاء منسقي وموثقي هذه الأمسية السيدات والساد أعضاء النخبة العربية أرحب بكم باسمي وباسم إخوانكم المغاربة في هذه الأمسية الثقافية وأرجو من الله أن نكون عند حسن ضمنكم والله الموفق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد فإنه من دواعي صروري ومبعد سعادتي وارتياحي أن أشارككم هذه الأمسية الثقافية الماتعة أمسية النخبة التي ترعاها معالي سمو الأميرة الدكتورة الفاضلة الجوهر بنت فهد آل سعود فلها منا جزيل الشكر وجميل العفان ونرجو من العلي القدير أن يوفقها ويسدد مسعاها خدمة لهذا الصرح الفكري ملتقى أهل الفكر والفن والإبداع ونحسب هذه الرعاية منها مكرمة من مكارمها وجودا من فيد عطائها فالله نسأل أن يتقبل منها ويجزيها خير الجزاء وأفضل الثواب والشكر موصول لمؤسس ورائد هذه المجموعة مجموعة النخبة الثقافية العربية فضيلة الدكتور محمد الشريف العجلاني وأيضا لكل أعضاء هذه المجموعة كل باسمه وصفته مداخلتنا اليوم تتناول موضوع التواصل الروحي والحضاري بين المغرب والمشرق من خلال كتب الرحلات الحجازية قد قسمنا موضوعنا إلى عدة مباحث بدءا بتعريف الرحلات وأنواعها وخصوصا الرحلات الحجازية وثانيا برصد أمثلة لبعض الرحلات الحجازية المغربية وصلتها بركب الحاج المغربي وأخيرا بالوقوف على بعض مظاهر وأوجه التواصل الحضاري والروح بين المغرب والمشرق من خلال كتب الرحلات الحجازية وهكذا تختلف أنواع الرحلات باختلاف دواعي الصفر وأسبابه فالرحلة التي ترافق الميوك ورجال الدولة في المهمات الرسمية تنات باستفارية وعندما تكون الرحلة بغرض طلب العلم وتحصيله تسمى علمية وهناك الرحلة من أجل ملاقات أهل الولاية والصلاة وزيارة قاماتهم فتسمى بالرحلة الصوفية وأخرى بهدف اكتشاف البلدان والأمصار فتعرف بالرحلة الجغرافية ويمكن للرحلة أن تكون بهدف زيارة الأماكن المقدسة فتسمى حجازية ولكل سنف من هذه الرحلات خصائز تميزه عن باقي الأصناف الأخرى وتبقى الرحلة الحجازية أهمها بالنظر إلى ما تضمه من معطيات متنوعة جغرافية مثل الوصف الدقيق والمفصل لمصار الرحلة من حيث التضاريس والمناخ والقرى والمدن أو علمية من خلال مجالسة العلماء وطلب الإجازة منهم أو صوفية من خلال زيارة الصلاحاء وأهل الفضل هذا بغض النظر عن الهدف الأساسي من الرحلة وهو وصف طقوس ومناسك الحج بعد الوصول إلى الأراضي المقدسة وتبقى الرحلة الحجازية جنسا أدبيا متميزا فهي تجمع بين السيرة الذاتية والوصف الشامل لمختلف مناحي الحياة الإنسانية وتفاعلاتها المتعددة كما تجمع بين عدد من الحقول العلمية والأنساق الاجتماعية فضلا عن ذلك تأكس نظرة كاتب الرحلة للذات وثقافة الآخر ويتمثل الصفر في هذه الأدبيات الحجازية على شكل حكايات ومرويات تعكس جانبا من المغامرة الإنسانية في مواجهة العديد من الامحن والعقبات قبل العودة إلى الوطن الأصلي فهي في آخر المطاف إضافة تغني تصور الرحالة والقارئ للذات والآخر والعالم وإذا كانت الرحلة الحجازية في مغزاها الأساس التلبية لنداء روحي فإن فائدتها العلمية لا حدود لها فهي وثيقة تاريخية وجغرافية غنية تنفر بتقارير وشهادات توثق لأحداث وأماكن وأشخاص وقضايا صادفتها الرحلة وهي بهذا الاعتبار تشكل مادة غنية للباحث في حقل العلوم الإنسانية فهي منجم لا ينضب من المعطيات العلمية والاقتصادية والثقافية والذهنية فهذه الرحلات بمثابة سجل للجوانب التاريخية والحضارية للولاد الإسلامية على امتداد الأزمنة المتعاقبة بما تعرضه من وصف للطرق والمسالك وقياس المسافات وبما تحفل به من وصف للقرى والمدن والأماكن ورصد للظواهر الاجتماعية المختلفة مثل أنماط العيش والعادات والتقاليد وما ترصده من ظواهر اقتصادية مثل أنواع الصراعات والحرف وطرق التجارة وأشكال المعاملات التجارية والنقود هذا فضلا عن الجوانب السياسية بإبراز أنماط الحكم وتباية الإقليم للسلطة الحاكمة كما لا تخلو هذه النصوص من مادة علمية تخص مختلف الظواهر الطبيعية مثل وصف الشبكة المائية والغطاء النباتي والتضاريس المناخ وللرحلة الحجازية في بلاد المغرب ارتباط وثيق بموسمي وموكب الحج الجماعي فهي جزء منه وملازمة له فأغلب مؤلف الرحلات الحجازية كانوا من منظمي أو مرافق الحجاج إلى الأماكن المقدسة وأصفارهم قديمة قدم أداء المغاربة لشائرة الحج وأقدم رحلة مغربية تنتمي إلى هذا الصنف أي الرحلة الحجازية ووصلنا خبرها هي رحلة حجازية جامعة وهي المسمات ملء العيبة ومؤلفها هو أبو عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن رشيد الفهري وهو من أهل القرن السابع الهج وقد اختار المغاربة منذ وقت مبكر هذا الشكل الجماعي لتنظيم رحلات عجيم لزيارة الأماكن المقدسة ويسمى هذا الشكل أو هذا التنظيم باسم ركب الحاج أو ركب الحجيج ولم يكن هذا الحج الجماعي اختيارا وإنما فرضت معطيات متعددة مرتبطة بطول المسافة الرابطة بين المغرب وأرض الحجاز من جهة ومشاق الصفر وصعوبة المسالك وقسوة المناخ وانعدام الأمن من جهة ثانية ويرجع أقدم تنظيم لركب الحاج المغربي إلى القرن السابع الهجري أما مؤسسه فهو الشيخ أبو محمد صالح الماجري هذا الأخير الذي كان من أشهر فضلاء عصره وأكثرهم تأثيرا ومن فضائل أعماله تأسيس عدة رباطات وزايا في طريق الحج من المغرب إلى مكة لاستقبال وإيواء الحجاج فأصبح له ركب منتظم ينسب إليه يعرف بالركب الصالح وبفضل هذا الركب اتضحت معالم طريق الحج وتوفرت وسائله ولقي الركب الماجري إقبالا كبيرا واتسعت شهرته واستمر رضحا من الزمن في أداء خدماته وشكل النجاح الذي حققه هذا الركب حافزا للدولة الحاكمة في تلك المرحلة وهي الدولة المرينية لتنظيم ركب حاج رسمي جديد يكون منطلقه من عاصمة الدولة مدينة فاس وسمي بركب الحاج الفاسي وترجع نشأته على الأرجح إلى النصف الثاني من القرن الثامن الهجري وأصبح هذا الركب الفاسي مع مرور الزمن الركب الرسمي للحجاج المغرب غير أنه بعد وصول الأشراف السعديين إلى الحكم في المغرب ظهر ركب جديد انطلق هذه المرة من مدينة مراكش وحل محل الركب الفاسي المريني النشأة في التقديم وبعد زوال حكم السعديين استرجع الركب الفاسي مكانته وبقي محافظا عليها لزمن طويل ويمكن أن نضيف إلى الركبين معا الركب المراكشي والفاسي ركبا جديدا ومتجددا ولا يقل أهمية وهو الركب السجماسي ويعتبر هذا الركب الأخير إلى جانب الفاسي والمراكشي من أقدم الرحلات الجماعية إلى الحج كما أنه عمر طويلا ويرجع تاريخ ظهوره إلى العصر المريني كما يعتقد أنه هو الركب الذي وفد فيه الحسن داخل جد العلويين من ينبع الهجاز إلى المغرب أما هيئته وتنظيمه فلا يختلف كثيرا عن باقي أنواع ركب الحاج المغربي حيث يترأسه أمير ويضم مختلف طبقات المجتمع من علماء وصلحاء وتجار وعوام وترجع المكان الكبرى التي حضي بها ركب الحاج السيج الماسي على مر التاريخ إلى عدة عوامل منها الارتباط الروحي بالأماكن المقدسة الذي ترسخ في ذهنية المجتمع السيج الماسي خصوصا بعد استقرار جد الأسرة العلوية الحسن الداخل القادم من ينبع الهجاز إلى أرض تافيللت كما أن تفضيل ذريته لهذه الأرض واتخاذها موطنا ومنزلا إضافة إلى علو قدرهم وما كانتهم بها جعل هذا الارتباط بين أهل سيج الماسة وأرض الهجاز يصبح ثابتا فكان ركب الحاج سلة وصل دائمة وعادة قائمة تربط أرض سيج الماسة بأرض الحرمين مكة والمدينة ولا تخف في هذا الباب ونحن نتحدث عن الرحلة الحجازية عن أهميتها في التعريف بركب الحاج المغربي ووصف هيئته ومصاره والرحلات الحجازية المصاحب لركب الحاج المغربي هي كثيرة ومتنوعة ونكتفي في هذا المقام ببعض الأمثلة احتراما للوقت فالمتأمل في تاريخ أدب الرحلة بالمغرب يقف على الحضور الهام لهذا النوع من كتب الرحلات في مصنفات المغاربة وتعارفهم فمنذ نشأة ركب الحاج المغربي انبارت طائفة غير قليلة من الرحال المغاربة من منظم أو مرافق ركب الحاج لكتابة مشاهداتهم ووصف رحلاتهم إلى الضيار المقدسة فدونوا أهم الأحداث التي صادفتهم ووصفوا هيئة وتنظيم الركب الحج الذي رافقوه كما وصفوا زمن خروجه وأهم المسالك والطرق التي مر منها ووصفوا أيضا أهم العلماء الذين التحقوا بهم ولقوهم وأخذوا عنهم وأيضا وصفوا ما عانوهم من مشاق الطريق ومتاعب الصفر ومن أهم الرحلات المغربية في هذا الباب نذكر رحلة أحمد بن عبد العزيز الهلال الموسومة باسم التوجه لبيت الله الحرام وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وأحمد الهلال هذا ينحدر من أثرة سجنماسية عريقة توارثة العلم والصلاح لعدة قرون فجده الأعلى إبراهيم بن هلال الذي عاش خلال القرن التاسع الهجري كان من أبرز علماء المغرب وصاحب رحلتنا سطع نجمه خلال القرن ثاني عشر الهجري فقد سعى منذ وقت مبكر لطلب العلم فجال في سبيله حواضر المغرب وشد الرحال إلى خارجه فكثر بذلك شيوخه وتنوعت مروياته ومن أشهر العلماء المشارقة ممن تتلمذ لهم ولازمهم نذكر الشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري والشيخ محمد بن سالم بن أحمد الحفناوي وحج أحمد الهلال مرتين ودون مشاهداته في رحلته الحجازية الشريرة التوجه لبيت الله الحرام التي قام بها سنة 1150 هجرية واصفا فيها طريق الركب السجل الماسي ومركزا عن مواقع الجغرافية وخصائصها الاقتصادية والاجتماعية وأحوالها السياسية بأسلوب أدبي شيق يتضمن بيانات وارتسامات تنفرد بها هذه الرحلة عن غيره وإلى جانبي رحلة الهلال كان لرحالات أخرى مغربية دور مهم في كشف النقاب عن الروابط الحضارية بين المشق والمغرب ومن أشهرها رحلة أبي سالم العياشي المعروفة في المصادر باسم رحلة الماء الموائد أو الرحلة العياشية وصاحبها عاش في القرن 11 الهجري وينحدر من منطقة أيت عياش بالأطلس الكبير الشرقي المغربي وبموطنه الأصلي تلقى تعليمه الأول تحت رعاية والده قبل أن يرحل إلى بلاد ضرع ثم بعدها إلى فاس لملاقات العلماء والأخذ عنهم وله مرويات وإجازات كذلك من علماء مشارقة ولعل ما يميز شخصية هذا الرحلة هي زياراته الحجازية الثلاثة وأولاها كانت سنة 1059 هجرية وثانيتها كانت سنة 1064 هجرية وآخرها سنة 1072 هجرية وهي الرحلة التي وصفها في كتابه ماء الموائد وتعتبر هذه الرحلة أي ماء الموائد من أشهر وأغنى الرحلات المغربية على مر التاريخ فهي بالإضافة إلى ثوائدها التاريخية والأدبية والجغرافية قد جاءت حافلة بمعطيات اجتماعية وإنسانية ذات فائدة كبيرة فقيمتها الحقيقية ترتبط بمضمونها الموسوعي وسعة الطلاع صاحبها ومكانته العمية وهناك أيضا رهة أخرى لزقل أهمية عن الرحلات السابقة وهي المعروفة بالرحلة الناصرية لصاحبها أحمد بن محمد بن ناصر الضرعي الذي كان يعرف باسم الخليفة والمتوفى سنة 1128 هجرية وينحدر هذا العلم من أسرة الشهرة بالعلم والصلاح ببلاد ضرعه تلقى العلم من عدة شوخ ببلده وفي مرحلة لاحقة صافر الرفقة والده إلى المشرق لأداء فريدة الحج وهو في سن التاسعة عشر فلقي العلماء وأخذ عنهم فاكتسب بذلك إلى جانب تكوينه المتعدد المشارب حنكة وخبرة وخصوصا في مجال الرحلة والصفر فقد عرف عنه بزياراته المتعددة لأرض الحجاز بقصد الحج وكانت له رحلتين الأولى بصحبة والده والأخيرة سنة 1121 وهي الرحلة الحجازية التي نحن بصدد الحديث عنها وغنينا عن البيان ما تمثل هذه الرحلة من قيمة تاريخية مهمة إذا ما قورنت بغيرها فلكل رحلة جالب فريد يميزها عن غيرها وما يميز رحلة الناصري ثراء مضمونها بمعجم فريد للبقاع والأماكن التي مرت منها وخصوصا أسماء مناطق مندثرة لم تعد تستعمل هذا فضلا عن الأمانة العلمية في نقل الأحداث والوقائع ودقة الوصف ومن الرحلة المغاربة أيضا الذين ألفوا رحلة حجازية نذكر الرحلة المنسوبة للعالم الأشهر محمد بن أحمد الحضيكي وصاحبنا هذا من أعلام القرن الثاني عشر الميلادي ولد ونشأ بمنطقة سوس بالجنوب المغربي وتلقى تعليمه الأول في هجر والده وأخذ عن علماء بلده ثم في مرحلة الموالية رحل إلى أرض المشرقي فحج وزار ولقي العلماء واستنار فجمع العديد من الكتب النفيسة ثم رجع إلى موطنه وبنى مدرسة اشتغل فيها مدرسا وتفرغ لنشر العلم وبثه عرف عن الحضيكي أيضا غزارة أليفه ومن أشهر كتبه مؤلفه الذي جمع فيه تراجم شيوخه المغاربة والمشارقة وأيضا أسماء تلاميذه وهذا الكتاب يعرف بطبقات الحضيكي كذلك من مؤلفاته رحلته الشهيرة التي ألفها بعد عام حجه سنة 152 هجرية وتعتبر هذه الأخيرة من الرحلات الحجازية العلمية التي جمع فيها صاحبها بين طلب العلم وأداء فريدة الحج وأغناها بمعطيات تاريخية وجغرافية مهم إذ تحدث فيها عن التركيبة السكانية لعدد من البلدان ذاكرا قبائلها وعاداتها الاجتماعية وواصفا الكثير من المزارات والبقاع التي شاهدها وصفا دقيقا فهي تعد بحق موسوعة علمية جمع فيها المؤلف بين أجناس معرفية متعددة وما يميز أيضا هذه الرحلة هو التركيز على الجانب الجغرافي فالمؤلف يعرف بكل محطة من محطات رحلته وبالأماكن والبلدان التي مر منها أو نزل بها واصفا خصائصها ويشترك في هذه الميزة أيضا مع مؤلف آخر من أهل القرن ثالث آخر الاجريق ونقصد هنا صاحب الرحلة الناصرية الكبرى محمد بن عبد السلام الناصري هذا الأخير الذي تربى في أحضان زاويتهم بمنطقة تمقروت بالجنوب الشرقي البغربي هيها يومها كانت من الزوايا التي تشد إليها الرحال لطلب العلم والمعرفة الصوفية فكان لذلك تأثير إيجابي على تكوينه العلمي حيث جالس المشايخ ونهل من معين علمهم ثم رحل إلى فاس فأخذ بها عن مشاهير شيوخها وله إيجازات ومراسلات من شيوخ مشارقة والملاحظ من خلال هذا الجرد لأمثل من الرحلات الحجازية المغربية أن ما يميزها خصوصا تلك منها المصاحبة لركب الحاج المغربي هو ما تضمنته من معطيات متنوعة من قبيل تحديد أسماء الأمراء لمشرفين على الركب الحاج ومواصفاتهم وطبيعة المسافرين في الركب وأصلهم والترتيبات التي تسبق الصفر وما تحمله قوافل الحجاج من زاد ومأونة إضافة إلى الطقوس والعادات الاجتماعية المرتبطة بالخروج إلى الحج فضلا عن وصف المراحل والمسالك والطرق والمخاطر التي تواجه الحجاج وغيرها من المعطيات الغنية جغرافيا واقتصاديا وثقافيا ووصف العادات والسلوكات الاجتماعية ويمكن حصر أهم الإفادات التي حملتها كتب الرحلات الحجازية في هذا الباب في الآتي أولا وصف هيئة الركب الحجي من حيث الفئات الاجتماعية المكونة له وأصولها وكيفية تنظيمها وطريقة خروجها وثانيا بوصف الاستعداد لخروج للركب بإعداد العد والزاد واقتناء ما يلزم من العتاد فالسفر طويل وشاق وثالثا بوصف زمن خروج الركب ومساره وحسب هذه الكتب فأغلب ركب الحجيج يخرج في شهر جماد الأولى أو شهر جماد الآخرة وكان يقطع المسافة بين المغرب والمشرق في مدة تراوح ستة أشهر ذهابا وسبعة أشهر إياد ورابعا وصف مصاعب الطريق وآفاته وفي هذا الباب تصور كتب الرحلات الحجية ما عاناه الحجاج في طريقهم من مخاطر وما اعترضتهم من صعوبات ترتبط أحيانا بالمناخ والتضاريس وصعوبة المسالك وشح المياه وبمشاكل غياب الأمن وانتشار قطع الطرق وإلى جانب هذا الوصف ومختلف الإفادات والمعلومات الواردة في كتب الرحلات الحجازية حفلت هذه المصادر بمعطيات وحقائق فريدة تكشف النقابة عن طبيعة الروابط الروحية والحضارية التي جمعت بين المغرب والمشق خصوصا إذا علمنا أن أصحاب هذه الرحلات من النخبة العالمة التي كان هدفها إلى جانب أداء فرضة وزيارة الأماكن المقدسة الاتصال برجال العلم ومجالستهم والأخذ عنهم من هذا المنطلق تشكل أو شكل موسم الحج مناسبة متجددة يلتقي فيها أهل الفكري وطلبة العلم من مختلف الأقطار والأنصار فكانت أرض الحرمين فضاء للتلاقح الفكري والتبادل العلمي وإنتاج الأفكار خصوصا إذا علمنا أن الركب الحاجي كان يمثل بالنسبة لطلبة العلم فرصة لتحصيل المعرفة من خلال مجالسة أهل العلم وطلب إجازتهم والنهل من فيد علمهم ونجد صدل هذا المبتغى في ما عبر عنه ابن خلدون في مقدمته قائلا فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال وتوضح كتب الرحلات الحجازية أهمية ركب الحاج كقناة تواصل دائمة بين المغرب والمشرق فقد ساعد تنظيمه على ضمان الارتباط الروح المستمر بينهما خصوصا أن هذا الركب ينظم سنويا دون انقطع حتى في أصعب الظروف شدة وقصوعة فقد كان مجيء الركب المغربي إلى الهجاز في نظر المغاربة لغاية سامية لا بد من أدائها سنوي ألا هي حج بيت الله الحرام ولعل ما يجب التنويه به أيضا في المجال التواصلي وما يبين متانة الروابط الثقافية والحضارية بين المغربي والمشرق هو ما كان يرسله المغاربة للهجاز من كتب علمية برسم الوقف على طلبة العلم وما كان يحمله الركب المغربي من مصنفات علمية متنوعة ترافق المشايخ وأهل الفضل وكثيرا ما تتحدث المصادر عن تبادل العلماء لمؤلفات بعضهم على هيئة هدايا وأحيانا بالشراء وبهذا الشكل حملت كتب كثيرة إلى المغرب واشتهرت به أكثر من شهرتها ببلدها الأصلي وإذا كانت أرض الحجاز وأهلها كمحطة قدير واحترام من طرف المغاربة فإن الحجاج المغاربة أيضا لقوا بدورهم نفس التقدير والاحترام من إخوانهم المشارقة وتفيد شهادة العديد من الرحال المغاربة عن حفاوة الاستقبال الذي خصصه أهل الهجاز لإخوانهم المغاربة عند قدوم ركب الحجيج فكان يخرج الأشراف والعلماء لاستقبال الوفد وتهنئتهم بسلامة الوصول وهي عادة أصيلة دأبوا عليها من شدة حبهم وعلى تعلقهم بإخوانهم الحجاج المغاربة فهذا الحضيكي يقول عن أهل مكة في معرض حديثه عن حسن ضيافتهم أنهم أهل كرم وجود وجوههم مسفرة ضاحكة المستبشرة وألوانهم إلى الأدمة ناشرة ظهرت فيهم سمة المجاورة وغطتهم محاسن الكعبة انتهى كلامه وكثيرا محتفية بالعلماء المغاربة وقدموا للتدريس في كراسي العلم بالحجاز فلقنوا وعلموا وزودوا واستزادوا وشكل أيضا من جهة أخرى أصحاب الرحلات الحجازية سلة وصل دائمة بين علماء المغرب والمشرق من خلال نقل الكتب والإجازات والمراسلات بينهم وهكذا استمر التواصل العلمي من خلالهم وامتدت آفاقه إلى ما هو إنسان وجداني بالسؤال المستمر عن أحوال العلماء والفضلاء ممن لاقوهم بأرض الحرمين وتتبأ أخبارهم فكان صاحب الرحلة بمثابة قناة اتصال تربط الشيخة بطلابه والعالم بأقرانه من خلال نقل الكتب والإجازات العلمية وتبادل الاستشارات الفقهية والنوازل الطارئة وتبادل الآراء في الحوادث والعوادي الدهرية وإذا كان الرحالة ناقلا للمعرفة وسائيا لطلبها ووسيطا في تحصيلها فإنه أيضا رجل ثقة يؤتمن على نقل الرسائل والهدايا العينية والهبات النقدية للأمراء والعلماء والوجهاء وأهل الفضل في بلاد الحرمين من إخوانهم في بلاد المغرب في تعبير صادق عن روابط متينة وأواصر متجددة لا تبلى مع مرور زمن وتبدل الأحوال وظهور المحل وهكذا تسهم بهذا الشكل كتب الرحلات الحجازية في كشف جوانب كثيرة من المشترك الثقافي والحضاري والروح بين المغرب والمشرق فهي بهذا المعنى تقدم صورة حقيقية للعلاقات والروابط في شومليتها بين علماء المغرب والمشرق وتوضح الارتباط الروحي والحضاري للمغربي بأرض الحرمين وتقدير أهل الحجاز لحجاج بيت الله الحرام ومتانة هذه الروابط ظهرت آثارها اجتماعيا أو ظهر أثرها اجتماعيا فقد ورد في كتب الرحلات ما يفيد استقرار أفراد وأسر من أصل مغربي بأرض الحرمين فئات قررت مجاورة البيت الحرام بمكة المكرمة أو المسجد النبوي بالمدينة المنورة حبا وتعظيما لحرمة المكانين وقدسيتهما وعلو قدرهما في وجدانهم وخلاصة القول فإن هذه الأمثلة من الارتباط الحضاري والروح بين المشرق والمغرب ما هي إلا غيظ من فيض عن روابط متينة وعهد متجدد يعكس الوجه المشرق للحضارة العربية الإسلامية من المحيط إلى الخليج هذه الحضارة التي بنيت على أسس فريدة وقواعد صلبة تربط المشرقي بالمغرب في انصهار أزلي ولحمة أبدية نتلمسها اليوم بين ظهرانينا في هذا المنتدى الفكري والصرح العلمي الذي ترعاه أميرتنا الغالية راعية الفكر والمعرف الصاهر على تجديد الصلة بين نخبة فرقها المكان وجمعها عبق التاريخ وروح العقيدة وكرم أهل المرؤة والعفان فلهمنا جزيل الشكر وعظيم الامتنان ولكل الأخوات والإخوة رواد صرح الفكر والثقافة من أبناء المشرق والمغرب الأفذاذ أصحاب المقامات السامقة في سماء العلم والفن والإبداع وشكرا على حسن تتبعكم وإنصاتكم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله أستاذنا الفاضل المحاضر الدكتور عبد الواحد على هذه الأمسية وعلى هذه التقديم وعلى هذه الشمولية لما يتعلق برحلات وفوائدها وفي الحقيقة أن أدب الرحلة يبقى أدبا واسعا مهما غصنا فيه لن نستطيع أن نستخل جميع صدفه ويكفي أنه زاد من البيان بتوطيق المقال بمجموعة من الصور لركب الحاج المربي وصور للأماكن التي كانت تطلق منها الرحلات خصوصا من فاس ومراكش وبالتاريخ لما تحدث عن تاريخ الرحلات رحلات الحجاج وانتقالهم من عصر إلى عصر مع المرينيين ومع السعديين ومع ركب سجل ماسا وذلك بعدما حدد لنا المفهوم فلما نسمعه الركب الحجازي أو الرحلة الحجازية نعرف أن المقصود بها أنها النسبة إلى الحج وذكر لنا مجموعة من العلماء الذين قادوا هذه الرحلات والذين اختصوا بتنظيم ركب الحجازي إلى الأماكن المقدسة ثم عرج على بعض أسماء الرحلات المكتوبة مثل كتاب رحلة العياشية ورحلة الناصرية ورحلة الحجازية وخلص إلى جمع وحصر مجموعة من الفوائد التي تستخلص وهي كثيرة طبعا من الركب الحاجي كوصف هيئة الركب ووصف الاستعداد ووصف الزمن والطريق والمدة ستة أشهر ذهابا ورجوع سبعة أشهر ووصف مخاطر وصعوبات المساليك والعلاقات بين المشرق والمغير القيمة العلمية والقيمة الاقتصادية والقيمة الاجتماعية والقيمة الحضارية وتلك الصلة الرحيم التي كانت تربط بين العلماء المشارقة والمغاربة فجزاكم الله خير الجزاء وكتب أجركم فعليين وشكرا لكم ونتمنى من الحضور الكرام أن يغنوا هذه الأمسية بملاحظاتهم أو تعليقاتهم أو استفتاراتهم فتفضلوا مشكورين مساء الخير مساء المحبة دكتورة جميلة ودكتور سعيد مصلح ودكتور الفاضل عبدالواحد على هذه الأمسية الراقية التي أعادت إلينا نفحة التاريخ القديم وأحسسنا وكأننا في حجاز وفي المغرب وفي الصحاري التي تقطعها هذه القوافل لتقصد بيت الله الحرام وينهل أهل المشرق والمغرب وتمتلئ مشاربهم بالفكر والعقيدة وكل شيء بارك الله فيكم والله أبدعتم اليوم وكانت محاضرة قيمة وجميلة ومبادرة رائعة من دكتورة جميلة ياريت نبقى نكرر هذه الأمسيات ونتطرق إلى كل إنجازات أجدادنا قديما وشبابنا حديثا ويبقى الفكر متواصل في نخبتنا الرائعة الرائعة تحت رعاية السمو الأميرة الفاضلة الدكتورة الجوهرة وإبداع الدكتور محمد شريف العجلاني وكل الأخوة والأخوات بارك الله فيكم نحن نفخر بأن لنا نخبة وصرحا فكريا عربيا يمتد بعمقه إلى عمق التاريخ العربي وشكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم وصول الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أهلك وصحبه معشر روادي منتدى النخبة الثقافية العربية عمتم مساء مساءكم سعيد حقيقة لا بد أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى رعاية هذا المنتدى الدكتورة الجوهرة بانتفاد آل سعود وإلى قائده محمد الشريف العجلاني وإلى كل أطر حقيقة صاهرة على هذا المنتدى التقافي العربي وإلى منسقة هذا الأسبوع وهذه الأمسية الدكتورة الجميلة والشكر موصول أيضا إلى فضيلة الأستاذ والدكتور مليعب الواحد الهروني حفظه الله حقيقة مداخلة متميزة يعني رسينا بعبق تاريخ أصيل ونفحة صوفية مغربية مشرقية متأصلة في الفكر والتراث والتاريخ فله منا جزيل السكر وأوفى حقيقة الرحلات الحجية أسهمت بشكل كبير جدا في إبراز العلاقة الموجودة ما بين المشرق والمغرب وما بين الأماكن المقدسة على وجه التحديد على اعتبار أن الركب الحاجي السجين مأسي كان له الفضل بشكل كبير جدا في إيصال العديد من المغاربة إلى زيارة بيت الله الحرام وإلى زيارة تلك الأراضي المقدسة ثم هذا الركب كان يشكل مؤسسة يعني مؤسسة قائمة بذاتها منذ انطلاقها إلى أثناء عودتها فكانت فيها تجارة وحج وعلم الإشارة أخي مليع الواحد في الحقيقة أود لو تكرمت أن تحدثنا عن ركب الحجيج في طريقه يعني المكونات الأساسية لركب الحجيج على مستوى يعني مسؤوليات أولئك المنظمين لهذا الركب وبالتالي يمكن أن أقول المسؤوليات بشكل عام التي كانت تناط بعدد كبير من أفراد هذا الركب والإضافة إلى إشارة مهمة جدا هي مسألة للتعريج على ما أعتقد أن الركب الحجيج وأثناء عودتهم طبيعة الحال ونهاية موسم الحج كانوا يعرجون على زيارة بيت المقدس ومنها حارة المغاربة وباب المغاربة فلو تقرمت أن توضح لنا المصار طبيعة الحال الذي كان يتخذه ركب الحجيج أثناء عودته من الحج بالإضافة إلى مسألة أساسية مهمة جدا يعني دور 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 هذا الرحلات الحجية في توطيد الصلاة بين الأمة العربية خصوصا من منطلقها مثلا ركب الحجيج المغربي مرورا بالجزائر بتونس بليبيا بمصر وصولي إلى السعودية ثم عودة حفظك الله أخي عبد الواحد وكل الإخوة أعضاء هذا المنتدى وشكرا لكم جزيلا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم كل الشكر والتقدير لأخي الغالي الدكتور سيد محمد المراني على هذه المداخلة القيمة وعلى هذا الإثراء والإغناء لموضوع هذه المداخلة طرحت أخي مسألة مكونات ركب الحاج المغربي في طريقه إلى الحج فهذا الركب كما هو معلوم كان يضم عدة طبقات وعدة نخب من مختلف مكونات المجتمع المغربي فهو بالدرجة الأولى يضم أميرا وهذا الأمير يتم تعينه من طرف أعضاء الركب وفي الغالب يكون هذا الأمير قارا يعني يشرف على الركب طوال السنوات وأحيانا تكون هذه المهنة متوارثة في أسرة واحدة بالإضافة إلى ذلك كان الركب يضم طبقات مختلفة من المجتمع من علماء وصرحة وتجار وعوام وعلى ذكر العلماء فأغلب رحلات الركب الحج كما ذكرنا خلال هذه المداخلة أنها كانت تضم علماء مغاربة اختاروا بالضبط هذه المناسبة من أجل الالتحاق بالحج وأداء الفريدة وأيضا ملاقات العلماء ومجالستهم والأخذ عنهم وكذلك اقتناء الكتب أو إرسال الكتب المغربية إلى المشرق كذلك من الوظائف التي ارتبطت بركب الحج هو الدليل أو العلام ما يسمى بعلام الركب فيكون هو الدليل في طريق الحج يدل أصحاب الركب على الطريق المناسب والآمن والذي يتوفر على محطات لتزود بالمياه والمأونة والغذاء وطبعا خلال الخريطة التي قدمت لكم تلاحظون على أن أغلب هذه المحطات يعني يضبطها الدليل بمحطة محطة وقرية قرية ويعني مكان مكان للتزود بالغذاء والمأونة فكان هذا الدليل بمثابة المرشد المعين لكل الحجاج من أجل تأمين رحلة حج موفقة إلى الأراضي المقدسة ذكرتم أخي على أن ركب الحجيج المغربي يعني في بعض السنوات أو بعض الأحيان يعني يذهب إلى المقدس ولم تكن هذه عادة قارة ففي بعض المناسبات التي تكون فيها الأرض آمنة ويكون الوقت كافيا يذهب ركب الحجيج فعلا إلى أرض المقدس لصيلة الرحم ولأداء الواجب الدين بزيارة هذا المكان المقدس الذي يعتبر ثالثة ويجهة بعد مكة المكرمة والمسجد النبوي والكثير من الرحلات الهجازية المغربية تذكر هذه المحطة من ضمن المحطات التي وصلت إليها يعني مواكب ركب الحج وأحيانا الرحلات الهجازية فقط أما بالنسبة لرحلة العودة رحلة العودة كانت هي نفسها تقريبا نفس رحلة الذهاب تمر بنفس الأماكن المبسوطة في الخريطة وكذلك تمر بأرض مصر وليبيا وتونس والجزائر وخلال هذه المحطات يكون لركب الحجيج وخاصة العلماء وطلبة العلم فرصة لملاقات العلماء ومجالستهم والأخذ عنهم وصلة الرحم يعني فيها علاقات إنسانية وعلاقات علمية وفيها يعني نوع من البعث الحضاري ونوع من صلة الحضارة بعضها البعض إذن فركب الحجيج والرحلات الحجازية كخلاصة هي صلة وصل حضارية صلة وصل روحية بين المشرق والمغربي فهي دونت بحق التاريخ الإسلامي في مشرقه ومغربه وشكرا لكم مرة ثانية أخي الكريم سيد محمد المراني بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته والتبعه دا حولا كل الشكر والتقدير لأخواتنا جميعا في المغرب ونأخواتنا وحضورهم ومتابحتهم هذه الأمسيات قوية جدا باسم صاحبات السبو الدكتورة الجوهرة نشكر الجميع وأخص بالشكر الدكتورة جميلة وضيفها عبد الواحد الدكتور عبد الواحد الحقيقة الليلة أمسي أنا أسميها نوعية وهي نوعية فعلا إنها فرحة بالتاريخ و حقيقة الدكتور عبد الواحد عندما حدثنا عن الرحلات وأهمها الرحلات الحجازية فإننا فإنه يعود بنا إلى تاريخ الحريق وإلى تاريخ الأجداد وإلى التاريخ المشرك الجميل أجدادنا وأهلنا في المغرب وفي المشرق وفي اليمن وفي الشام الحقيقة أهل المغرب أهل علم والدليل على ذلك أن رحالتهم كثير كانوا يرحلون يجوبون البلاد العربية ومنهم المشهور ابن بطوطة وكلكم تعرفون وهذا له أفضال كثيرة جدا في تفتيك أن مالك رحمه الله كان عالم المدينة وهو العالم المشهور في العالم الإسلام في ذلك الوقت وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من المغرب فسأله مسألة فسأله مسألة وقال له مالك لا أعرف فتعجب الرجل فقال له هل تريدني أن أرجع إلى المغرب وأقول لهم مالك لا يعرف قال له نعم قل لهم إن مالك لا يعرف هذا دليل من الأدلة كذلك أحمد بن حنبل رحمه الله عندما سجد وعندما منع من الدروس أتاه رجل أيضا من أهل المغرب طالب معروف في العلم وكان يطلب الحديث من أحمد بن حنبل وهو منوع عليه فيأتيه كصفة سائل يطلب يعني الرجل الفقير ويدخل وكل يوم يعلمه حديث فلله دركم يا أهل المغرب ولله در أولئك الرجال الذين حفظوا كثير لنا من تاريخنا الإسلامي في كتبهم وما تفضل به الليلة سعادة الدكتور عبد الواحد هاروني يوضح لنا أهمية أهلنا في المغرب وأهمية علومهم وأهمية أهمية حبهم للعلم وطلب العلم ورحلاتهم طبعا الرحلة الحجازية رحلة إلى الحرمين إلى مكة المكرمة أعزها الله وإن شاء الله نراكم قريبا نخبطنا المباركة في مكة كذلك إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام على خير الوراء محمد صلى الله عليه وسلم محاضرة دسمة جدا أخي عبد الواحد وطبعا الرحلات إلى مكة لا تنقطع والرحلات أهلنا في المغرب رحلات مميزة معروفة ذكرتها الليلة هناك رحلات أخرى من اليمن هناك رحلات أخرى من الشام هناك رحلات من مصر والمحمل المصري الذي كان يأتي إلى مكة معروف بكسوة الكعبة والرحلات أيضا من العراق ومن باقي البلاد الإسلامية كلها كانت رحلات تأتي إلى بلاد الحرمين ويلتق العلماء وطلبة العلم في هذه الأماكن المقدسة بلاد المسلمين شكرا يا أخي شكرا يا أخي دكتور عبد الواحد على هذا الجمال في الطرح والعمق الفكري العلمي الذي أتحفتنا به الليلة الحقيقة أنا سؤالي لأخي شعر الدكتور عبد الواحد الحاروني لقد كانت للرحلات المغاربية إلى أرض الحجاز دورا هاما في توديد العلاقات الثقافية وإثبات درجة التبادل والتأثير والتأثر على جميع الأصدى بدءا من الاحتكاك بين أهل العلم ثقائيته إلى الإنتاج الفكري الذي تبلور في كتب الرحلة أو الرحلات فهي تعقس نظة الرحالة الذين عرفوا وتعرفوا على علماء الحجاز فكانت آثارهم واضحة المعالم وتعتبر مصدراً واثقاً وثائقياً لما شاهدوه وعيشوه وطبيعة تأثير الرحلة المغاربية على البيئة الحجازية دكتور نريد أن توضح لنا تأثير هذه الرحلات المغاربية ثقافياً واقتصادياً وعلمياً وفكرياً بالحجاز وطبعاً وما يقابلون بهم أخوانهم من المسلمين في رحاب مكة وكرمة والمدينة المنورة حفظك الله يا أخي وبرك الله فيك أقدم لكم سيد القائد أجمل عبارات الشكر والامتنان من قلب فاضب المحبة والمودة والاحترام والتقدير لكم فمثلكم سيد القائد مثل السحابة المعطاء سقط الأرض فاخضرت حفظكم الله قائدنا الفذ وفارس نخبتنا العزيز معالي الدكتور الشريف العجلاني لقد أغنيتم من خلال مداخلتكم عرضاً الذي قدمنا خلال هذه الأمسية من خلال المعطيات التي قدمتموها بخصوص الإمام مالك ودوره وإسهامه العلمي في ربط الصلة بين المغرب والمشرق وبلا شك فإن الإمام مالك هو إمام أهل المغرب ومذهبهم يقوم على ما وضعه هذا العالم وهذا الشيخ والهارم الفكر في التاريخ الإسلامي فبلا شك من خلال هذا المذهب من خلال علمه ومعارفه وموطئه يقف المغاربة وقفة تأمل في علاقتهم بين المغرب والمشرق ويكون أيضاً مرحلة للتأمل في هذه العلاقة وفي هذه الصلة ومن أجل تجديدها فصيلة المغاربة بإخوانهم المشارقة وبخصص أهل الحجاز هي صلة متجدد عبر الزمن يجددها موسم الحج وتجددها الرحلات التي يقوم بها أهل المغرب إلى أهل المشرق وأهل المشرق إلى أهل المغرب ومن خلال هذه الرحلة يكون هناك اتصال فكري وعلاقات اقتصادية وعلاقات اجتماعية وصلة رحم وصلة روحية وعلاقات إنسانية تسمو بهذه الروح الدينية والإسلامية إلى مستويات أعلى وصلات أعلى قلتم سيد الكريم بأن تأثير هذه الرحلات في العلاقات بين المغرب والمشرق له عدة أوجه ومظاهر منها ما هو فكري منها ما هو اقتصادي منها ما هو اجتماعي وقد ذكرنا بعضها في عرضنا فمن الناحية الفكرية فبلا شك على أن هذه الرحلات وضحت على أن العلماء المغاربة قد استفادوا من إخوانهم المشارقة في مختلف أصناف العلوم والمعارف وظهر تأثيرهم أيضا في نقل المعرفة والكتب من الشرق إلى الغرب فالعديد من الرحال المغاربة والعديد من العلماء المغاربة حملوا في طريق عودتهم إلى الحج مجموعة من المصنفات مجموعة من الكتب إما بطواعية منهم أو بتوصية من علماء مغاربة فنجد العديد من العلماء المغاربة في العصور القديمة أو الحديثة يفتخرون بما تضمهم خزائنهم من كتب مشرقية حصلوا عليها عن طريق ركب الحاج كذلك من الصلاة الاجتماعية مجموعة من المغاربة رحلوا مع ركب الحاج إلى أرض الحرامين والسقروا بها وكونوا عائلات وأسر وسأسهم في ربط الصلة الاجتماعية بهذه الأرض الطيبة هذه الأرض أو أرض الحرامين الشريفين الصلاة الاقتصادية أيضا هي صلاة قديمة تجارية فركب الحاج أيضا كان ركب التجار فيه بضائع تباع هناك وتباع هنا بضائع مغربية يتم إرسالها إلى المشرق وبضائع مشرقية تأتي إلى المغرب فالصلة لا حدود لها والعلاقة لا حدود لها حصرنا نحن في العرض فيما هو روح حضاري ولكنها هي أعمق وأكبر وأوسع من هذا المجال فالصلة والعلاقة وتسم بما هو سياسي واقتصادي واجتماعي إلى ما هو إنساني إلى ما هو عقائدي إلى ما هو روحي فتقدير المغاربة لأرض المشرق وتقدير المغاربة لأرض الحجاز بالدرجة الأولى هو تقدير لا يمكن وصفه ولا يمكن أن تعرض له كتب الرحلات الحجازية أو أي كتب أخرى مسألة أخرى وأخيرا أريد أن أكد عليها سعدة الدكتور السيد الشريف الأجلاني هي أن هناك من يعتبر كتب الرحلات الحجازية هي بمثابة وثيقة وثيقة تؤرخ لأرض الحجاز عبر مختلف المراحل التاريخية فهي وثائق مهمة تتضمن معطيات اجتماعية وفكرية وسياسية عن ما شاهده الرحل خلال مقامه بأرض الحجاز خلال تلك الفترة فترة الحج وبعدها إذن فهي بمثابة وصف أمين وصادق ويمكن الاعتماد عليه من أجل التاريخ لتاريخ شبه الجزيرة العربية سواء خلال العصور الوسطى أو الحديثة أو الفترة المعاصرة لا يعتبر أن الرحلة المغربة قوم برحلات منذ العصر الوسيط وإلى حدود بداية القرن العشرين قبل ظهور الطائرة وقبل ظهور هذه الوسائل التقنية الحديثة التي قربت المسافة وسهلة موريتها ورحلة الحج شكراً مجدداً الدكتور معالي الدكتور الشريف العجلان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور المبدع سيد عبد الواحد الهاروني العلوي على هذه المداخلة القيمة وأشكر الأستاذ جميل الفلالي والأستاذ سعيد المصلح وكافة المتدخرين في هذا المنتدى الثقافي الشامخ مداخلتي هي عبارة عن إضافة وكذلك تساؤل أشار الأستاذ الكريم إلى رحلة سيد أحمد بن عبد العزيز لهلالي وفضلت أن أضيف لمقال نظراً لكوني أحد حفدت سيد أحمد بن عبد العزيز لهلالي فهو جدي بشكل مباشر وسيد أحمد بن عبد العزيز هو حفيد جدنا الأكبر سيد إبراهيم بن هلالي سجل ماسي الذي جاء من بلاد الحجاز فأصلنا نحن في بلاد سجل ماسى من بلاد الحجاز أردت أن أضيف إلى كون سيد أحمد بن عبد العزيز لهلالي ورد بسجل ماسى عام 1114 الهجرة وكان من أكبر علماء المغرب في القرن الثاني عشر الهجري حج مرتين والتقى بمجموعة من علماء المشرق الكبار في مصر والحجاز وتخرج على يديه مجموعة من الطلبة كان لهم في سماء العلم طالع ونموبي أريد أن أشير إلى أن سيد أحمد بن عبد العزيز لهلالي خلف وراءه تراثا علميا كبيرا في العقيدة والفقه وعلم القرآن واللغة والتراجم والأداب والتصوف وكذلك الأخلاق وغيرها سيرة سيد أحمد بن عبد العزيز لهلالي طويلة جدا في المغرب وبلغ صداه إلى المشرق نظرا لعلمه الغزير توفي رحمه الله بزاوية سيد الحج علم بوزينة وهي موجودة بالقرب من ضريح سيد إبراهيم بن نهي للسجل المسي بمنطقة سجل المسا وهو سيد أحمد بن عبد العزيز بدفون بمنطقة سيد الحج علم بن بوزينة على مقربة قريبا من قصر للسيد إبراهيم نصف كيلومتر إلى كيلومتر فقط هذه إضافتي الأولى بالنسبة للنقطة الثانية فأتساءل مع الدكتور الهاروني حول كتب الرحلات إذا كانت كتب الرحلات قد مكنت من اكتشاف المغاربة للمشريق واكتشاف المشارق للمغرب فإنه كلما توغلنا في أرض الغير مثلا القارة الأوروبية إلا وازداد جهل المسلمين بشعوبها نظرا لتضاءل المعلومات و مثلا يعني تحل الأساطير التي تنتج حولها و كذلك يسرد لنا مثال على ذلك ما لحق مرويس طرطوشي وبالفضلان مثلا لحق التحوير من طرف الجغرافي المسلمين نتيجة لعدم جديتهم في تعاملهم معها هنا أتساءل مع الدكتور الكريم بماذا يمكن تفسير ضعف الإنفتاح على الآخر الأوروبي مثلا في كتب الرحلات هل يمكن تفسير ذلك فقط بالمركزية الإسلامية ونظرة الإصدراء للآخر أم أن هناك أسباب تاريخية أخرى تفسير ذلك شكرا واعتذر عن الإطارة شكرا أخي الدكتور الغالي سيدياب المجيد هلالي على هذه المداقلة القيمة وقد أشرت مشكورا إلى رحلة جدكم التي جاءت في عرضنا وهي رحلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز لهلالي الموسومة بعنوان التوجه لبيت الله الحرام وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وطبعا هذه الرحلة غنية عن التعريف وهي من الإسهامات المهمة وفي موضوعها وفي التاريخ الذي جاءت فيه أو التاريخ الذي تمت إليفه أو تمت إليفها فيه فكان سيدي أحمد بن عبد العزيز هلالي من أبرز علماء المغرفيتك المحلة وهو أيضا حفيد لشيخ براهيم لهلالي كما ذكرت مشكورا فهي أسرة علم وأسرة فضل وأسرة صلاح في أرض سيج الماسة والكل يذكر هذا الشخص ذكرت أيضا مشكورا على أن الأسرة الهلالية هي أسرة أصلها من المشرق وبلا شك لأن أرتيج الماسة تحتضن أسرة عديدة لها صلة بأرض المشرق ومنها الأسرة العلوية التي جاءت من الأرض ينبع وهذه الأسرة لها صلة أيضا بأسرة ابن إبراهيم فهناك روايات تربط وصول جد الشرف العلوي إلى أرض تفلالت بأحد أفراد أسرتكم أو أحد المقربين من أسرتكم فكان له الفضل في يعني إحضاره من ينبع الحجاز إلى أرض سيج الماسة والرواية مبسوطة في العديد من الكتب التاريخية من الأمور المهمة التي جاءت في مداخلتكم سيدية بن مجيد يمسألة ديال الرحلات المغربية أغلب الرحلات التي نجدها في التاريخ المغربي لعلاقة بالمشرق أكثر من أوروبا فبلا شك على أن الارتباط الكبير الذي كان للمغاربة بأرض الحرمين ارتباط الدين والعقد والروح الذي بدأ منذ وصول الإسلام إلى شمال إفريقيا وإلى يومنا هذا هو بلا شك كان حافزا وكان دافعا أساسا لأن تكون غزارة في التأليف في هذا الباب في أن علاقتنا بالأوروبي كانت علاقة موسمة بنوع من الحذر نوع من رؤية ذلك التقسيم الذي كان في الماضي دار الإسلام ودار العدو فدائما نكون متوجسين من العدو الآخر في المقابل نجد على أن الرحال الأوروبيين إلى العالم أو إلى المغرب والعالم الإسلامي هي كثيرة جدا ولكنها يعني مرتبطة بخلفيات استعمارية وخلفيات استكشافية على هدف تهيئات وتمهيد الاستعمار الأوروبي لأرض المشرق وأرض المغرب فعندما نطلع على الاستغرافية الاستعمارية نجدها كثير جدا في هذا باب الرحلات بالنسبة للرحلات المغربية إلى أوروبا فأغلبها هي رحلات سفارية لا علاقة بالعلاقات السياسية والديبلوماسية بين الدولة المغربية والدولة الأوروبية والرحلات في هذا المجال ولا تسع إلى ما هو يعني اقتصادي أو اجتماعي أو تقافي أو فكري وإنما تبقى محدود فيما هو سياسي وهذا ودفع بلا شك فمسألة ارتباط ارتباطنا بالمشرق الذي هو قديم وجديد في نفس الوقت وصيلتنا بهذه الوجهة التي تشكل هي قبلة المسلمين وقبلة المغاربة ومهبط الوحي وأرض الإسلام وأرضه وتضم الكعب المشرفة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأرضه المقدس بلا شك على هذا والذي جعل للرحلات تطبع بهذا الطب ويكون لها هذا التوجع يعني الرحلات التي لا علاقة بالأوروبا وهنا نستثني طبعا الرحلات التي توجبها المغربة إلى بلاد أندولوس لما كان جزءا منها البلاد الإسلامية قبل سقوط سقوطها سنة 1492 يعني بعد حروب الاستردد إذن أخيرا أشكرك الدكتور الغالي على هذه المدخلة قيمة السلام عليكم أختي الحق الفاضلة أستاذ جميل العلوي تحية صادقة إلى هذا المنتدى الرائع والمشرف بأهيه من الدكتور الجوهارة والسيد محمد الشريف وباقي الأعضاء أولا أتمن العمل الجيد الذي قام به أستاذنا عبد الوحيد فعلا لقد متح في الرحلة وأعطانا عصارة ما كان قام به الرحلة السابقة ثم أسبغ على الموضوع عدة قراء ودلالات ووثق ذلك بصور حميدة مشرفة يسعدني يسعدني ويشرفني وأنا المغربية مليك الشاعرة مليك طالب من الضار بيضاء المغرب أن أشارككم جميعا هذه الفرح فرحة اللقاء فرحة التعريف بأدب الرحلة فرحة بزوغ اسم المغرب كحلقة حسنة ما بين الشرقي والغرب تحياتي لكم جميعا وألف ألف مبروك على الحلقة الرائعة شكرا تحية إلى أستاذة الفاضلة الشاعرة المتألقة مليك طالب على هذا على هذه المداخلة القيمة لقد أجدت وأبدأت وسعدت وتشرفت بهذه الكلمات الطيبة الرائعة والرائقة فهي صادرة من شاعرة يعني تعرف الكثير في هذا الباب في هذا المجال فلك منا جزيل التقدير وعظيم الامتنان ومن خلالك إلى كل المتدخلات والمتدخلين خلال هذه الأمسية الطيبة فشكرا جزيدا سيدتي الشاهدة أهلا بكم نخبتنا المباركة ومساءكم مبارك سعيد وشكرا للدكتورة جميلة ولضيفها الدكتور العلوي على هذه الأمسية التي تزخر بالمعلومات المفيدة والمهمة في الواقع مهم أن نذكر ونتذكر تاريخ من هذا النوع هذا التاريخ الذي يسلط الضوء على هذه العلاقات والروابط الحميمة التي كانت تربط بين العرب وبين الأوطاء العربية قديما ونسلط الضوء أيضا على التقل المتبادلة فكانت كل أرض عربية هي وطن لكل عربي فلم تكن هناك ورقة مرور ولا فيزا بين الأوطان العربية وهذا مهم جدا فهذه الأصفار كانت مليئة بالمغامرة وبالعطاء والجديد فهي تنشر ثقافة وتستفيد من أخرى بالمقابل فهل يمكن أن نجد أطار لهذه الرحلات والأصفار مثلا داخل المغرب في إطار ما يأتي به المغاربة من بلاد المشرق وهل يمكن أن نجد أطار لهذه الأصفار في بلاد الحجاز أيضا هذا هو سؤالي وجزاك الله خيرا الدكتور العلوي على هذه الأمسية الرائعة شكرا لكم سيدة الكريمة الدكتورة لطيفة المخلص على هذا الإغناء وعلى هذا الإطراء وعلى هذه المداخلة الماتعة التي أجادت وأفادت وأضفت على هذا العرض لمسة أخرى طبعا الأثر يكون دائما في اتجاهين أثر في المشرق وأثر في المغرب عندما يعود الرحال إلى المغرب ويكتب مشاهداته في كتاب وفي رحلة وتصل إلى جميع القراء يكون نوع من التلهف لمعرفة مصار هذه الرحلة ومحطاتها المختلفة فيطلع المغربي على مصار هذه الرحلة وعلى أرض الحرمين فيكون هذا الرحال بمثابة شاهد يعني رأى ما رأى وشاهد ما شاهد ونقل ما نقله فيمكن أن نصور يعني منقولات أو مرويات هذا الرحال مثل المغارب الذين يتحلقون عند رجوع ركب الحجيج يتحلقون حل العائدين فيسألونهم عن مكة وعن المدينة وعن ما شاهدوه في الطريق وما صادفوه من أحداث وما وقع لهم من وقاء إلى غذلك هذا من جهة كذلك مسألة أخرى هي مسألة نقل الكتب والمعارف من أرض المشرق إلى أرض المغرب فكان الرحالة ينقل الكتب والإجازات والمرويات والأسانيد العلمية من علماء مشارقة إلى إخوانهم المغاربة أو إلى نوضرائهم المغاربة كذلك النفس الأمر في المشرق ينقل صاحب الرحلة يعني كتباً مغربية إلى إخوانهم المشارقة يعني بطلب منهم أو وقف يعني عديد من المغاربة أوقفوا كتباً على بلاد الحرمين وأرسلوا يعني أموال و يعني قاموا بوقف أراضي ووقف ممتلكات على بلاد الحرمين وعلى أرض القدس إذن فأرحل في هذا الباب هو واسطة علم وواسطة معرفة وواسطة اتصال يوصل العلم والمعرفة من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق يصف ما شاهده يعني لإخوانه المغاربة ويكون أيضاً يعني صيلة علم ومعرفة لإخوانه المشارقة فالمعرفة متبادلة والعلم متبادل وهي مسألة إيجابية استفادت منها القطرين الشرقي والمغربي على مر التاريخ فهديد من مكتبات المغاربة حافلة بالكتب المشرقية وقد قلت في مداخلة سابقة على أن المغاربة كان يفتخرون بما يعني تضمهم مكتباتهم من ذخائر الكتب المشرقية وكذلك كان المشرق يترهفون للكتب المغربية ويطلبون من الرحالة أن يحضروا لهم المصنفات الجديدة التي يبدع فيها المغاربة خصوة أن كانت بلاد أو جامعة القرويين مشهورة بعلمائها ومشهورة بالعلماء الأفذاد الذين وصلت سيتهم إلى أرض المشرق فكان الرحالة بمثابة الواسطة بين القطرين بين المجالين يعني بالخصوص في مجال الاجتماعي والتقافي والروحي فوصلة وصل دائمة وفي الختام أشكرك أستاذة الفاضلة على هذه المداخلة وعلى هذا الإغناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النخبة الطيبة المباركة أود أن أهنئ فضيلة الدكتور الملعب لواحد هاروني علوي على هذه الأمسية القيمة وأنا حقيقة أعرفه وأعرف خبرته وتمييزه كما أعرف الدقة في منهجه وتناوله لأغلب الموضوعات والمقالات والأبحاث التي يقدمها خاصة وأنا أشتغل معه بنفس المؤسسة وبدون شك دائما يأتي بالإبداع ويأتي بالجديد ويأتي بما يشد يعني لب كل ذي لب فأنا أهنئه على هذه الأمسية الرائعة من سويداء قلبي وأرجو له كامل التوفيق واستداد في مصاره العلمي وأيضا في تنويره لهذه النخبة الثقافي المباركة فهنيئا له وهنيئا لنا أعضاء النخبة الثقافية العربية بمثل هؤلاء الباحثين الأفداد الخلص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نجدد الشكر لأستاذنا الفاضل الدكتور عبد الواحد وللأستاذ القدرة المتميزة أغتنا الدكتورة الجميلة وأنقلوا إليها الكلمة وشكر لكل من أسهم في إغناء هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم إلى الأستاذ الكريم الدكتور موليخ لفا متوكل الذي له جهد كبير وعطاء كبير في بناء هذا الصرح العالي إلى هذا الإنسان المبدع بكل المعاني إلى الإنسان الذي تميز بأخلاقه وسلوكه الرفيع فبكم نقتدي وبكم نهتدي دمتم ذخرا للعلم والمعرفة وحق لسج الماسة وأرض المغرب أن تفتخر بأمثالكم فأنتم قدوة لكل سالك لطريق العلم والمعرفة محب لأهلها ومنغمس في الكتب والمعارف وطلب العلم فتقبلوا منا سيدي أجمل عبارات الود والامتنان وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد طريقكم ومسعاكم وأن ينفع بكم سائر طالبي العلم فأعرف عن قرد ماذا حرصكم على بناء المعرفة والعلم ومساندة أهل العلم ونفع الله بكم أستاذي وأكرمكم ورفع منزلتكم وأطلب من الله عز وجل أن يجعل الجنة مثواكم كل شكر وكل تناء للدكتور عبد الواحد الهاروني الفاضل الذي أغنى معارفنا وأتراها في موضوع غاية في الأهمية ويتعلق برحلات الحجازية وهو موضوع صلت الضوء فيه على طبيعة العلاقة تاريخية التي نسجت بين المغاربة والمشارقة تلبية للنداء الروحي والعلمي والفكري كما أشار إلى ذلك الدكتور الفاضل والشكر الجزي كذلك للدكتور سعيد مصلح الذي أدار هذه الأمسية بحنكة لا تصف وأغنىها هو الآخر بمعارفة عميقة ودتصلة بأدب الرحلة والتي زادت من قيمة العمل ومن تمييزه فشكرا لكم أيها الأفاضل شكرا لكم أستاذ الفاضل الدكتور سعيد المصلح على إدارتكم الجيدة لهذه الأمسية أشكركم من أعماق قلبي على عطائكم وعلى إسهامكم الرائعة في هذه الأمسية فكلمات الثناء طبعا لن توفيكم حقكم وكل عبارة الشكر لشخصكم الكريم لن تصف مدم تناني لكم فشكرا على هذه الأمسية الرائعة وعلى إدارتكم لها وعلى تنسيقكم لمختلف محطاتها بدوري أزكي ما قاله الدكتور المحاضر حول هذا الصنف من الرحلات الذي كان يتخذ أبعادا متعددة بالإضافة إلى ما هو روحي وفقري وعلمي كان له بعد اقتصادي وتنموي إذ كان الحجاج المغاربة قبل شد الرحال إلى الديار المقدسة في إطار رحلات الحج كانوا يحملون معهم الكثير من المنتوجات التقليدية من طرابيش وحايك وجلابيب وبارانيس لإعادة بيعها في البلدان التي كانوا يمرون بها وكان تلقى هذه المنتوجات إقبالا كبيرا يعني في العديد من الدول العربية وبالخصوص في الأسواق المصرية وهذا ما أكده المؤرخ الفرنسي رجل تغنو في كتابه فاس قبل الحماية وهو كتاب تم ترجمته إلى اللغة العربية في سنة 1992 ونفس الشيء بالنسبة عند عودة هؤلاء الحجاج من الديار المقدسة إذ كانوا يتزودون كذلك بالكثير من المنتوجات المشرقية ولعل هذا ما سهم في توسيع العلاقات التجارية بين المغرب والمشرق عبر رحلات الحج أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في المنتدى قيادة ومجلس وأعضاء وباسم سموي الأميرة الدكتورة الجوهرة أشكر مرة أخرى ضيفي الكريم الدكتور عبد الواحد الهروني وأشكر كذلك الدكتور سعيد مصلح مسير الجلسة وأعلن عن نهاية الأمسية وأضرب لكم موعدا آخر مع ضيف رابع بإذن الله وقضية تاريخية أخرى وإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته شكرا لكم أستاذة الكريمة الدكتورة جميلة جميلة الخلق والعلم والمعرفة أنت صاحبة التميز والأفكار المنيرة فلك منا أزكى التحيات وأجمالها وأندها وأطيبها طبعا أرسلها لك ومن خلالك إلى مختلف رائدات ورواد هذا المنتدى الغالي فالحروف تعجز عن شكركم وعن إسهامكم البالغ والكبير في إغناء هذه الأمسية من خلال المداخلات ومن خلال التنسيق ومن خلال العطاء ومن خلال التنسيق فالعبارات تعجز أن تكتب ما يحمل قلبنا من تقدير واحترام ويعجز أن يصف ما يختلج في قلوبنا من ثناء وإعجاب بهذه النخبة العربية التي امتد إشعاؤها من المشرق إلى المغرب فنسأل الله عز وجل أن يداوم عليها العطاء وأن يداوم عليها الإبداع تحت رعاية أميرتنا الغالية الدكتورة الجوهرة بنت فهد السعود وتحت إدارة قائدنا الكبير الشريف العجلاني السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله في نهاية هذه الأمسية الليلة الراقية القوية جدا والعميقة جدا الحقيقة يعني لا يسعني إلا أن أشكر مسيرة هذه أو معدتها الدكتورة جميلة النفس الطيبة والعطاء الطيبة الجميل كذلك أخي الدكتور سعيد المصلح وهذا رجل صديق وحبيب وأخ تربطني به علاقات هوية جدا وإن لم أره ولكنني كأنني أعرفه منذ الطفولة أذكر أشكر أيضا كل الأخوة من المغرب وكل الأخوة من الوطن العربي الذين أتداخلوا معنا الليلة الحديث الحقيقة مع الدكتور الواحد الهاروني حديث حقيقة لا يمل بل أننا نحس أننا نريد المزيد والمزيد من هذه القامة العربية التي حظينا بها في منتدانا وشرفنا فعلا برجل علم تخصصي رائع جدا أنار لنا الطريق الليلة حقيقة أهل المغرب أهل حضارة أهل عطاء أرضهم أرض الطبيعة الجميلة كبل أمس أو أمس كنت أشاهد برنامج عن إنتاج الزعفران في بلاد المغرب في تلوران أعتقد أهلنا في المغرب على حقيقتهم وعلى طبيعتهم والجميلة جدا وكيف يجمعون الزعفران وكيف يبيعونه وأن أجمل الزعفران في العالم هو من بلاد المغرب بلادنا وأهلنا وأحبثنا في المغرب تعلمت حقيقة جدا كثيرا منهم كيف يزرعوا وكيف يجنوا هذا الزعفران طبعا نحن لا نعرف الزعفران إلا نشتريه ولكن أعجبني فعلا زراحتهم له وإن شاء الله نترد يعني يرتقي الأسلوب الزراعي في المغرب يصير تجاريا لأن الزعفران العيراني أيضا ينافس المغرب حقيقة ليس فقط الزعفران لكن أنا رأيت العادات ورأيت الرقصات ورأيت الطعام ورأيت المجتمع الريفي المغربي الجميل جدا الذي أجدبكم حتى أنني قررت أنني أدور هذه المنطقة فعلا أعجبتني جدا وأهلها أعجبوني وطبيعتهم وكرمهم حفظهم الله حفظ الله أهلنا في المغرب جميعا حقيقة كل يوم الأخت جميل دكتورة جميلة تقدم لنا نموذج رائع بلاد المغرب وبحرنا فعلا والليلة فعلا الرحلات المغاربية المعروفة وبدأها طبعا من كديما من فطوطة وغيرهم من رحالة العظماء ما شاء الله عليكم يا أهل المغرب شكرا لكم شكرا على هذا الإضلاح شكرا على هذا العطاء شكرا يا دكتورة جميلة فعلا على هذه القضايا وهذه الأمسيات النادرة جدا ففي صاحبة السمو الدكتورة جوارة نشكركم جميعا وهي تشكركم وفعلا أرسلت شكرها لكم وتقديرها واحترامها وحبها لكم فلكم منا جميعا في متدنخبة خالص الطحية وخالص التقدير وخالص الامتنان حفظكم بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة أعضاء المنتدى وتتوالى مهارات ومعارف الدكتورة جميلة الفلالي من خلال أمسيات فكرية ممتعة مع ضيوفها الكرام في إطار سلسلة اللقاءات الثقافية ضيوف وقضايا تحت عنوان في رحاب التاريخ ونظرا لارتباط سمو الأميرة دكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود بارتباطات مسبقة ومع حرصها البالغ على أن تتواجد في جميع أمسياتها الأمسيات والحوارات التي تعقد بمنتدانا والتي تثري المعرفة والفكرة والثقافة فيصعد سيادتها أن تتقدم بالشكر والتقدير إلى سعادة الدكتور عبدالواحد الهارون علوي لتقديمه أمسية بعنوان التواصل الروحي والحضاري بين المشرق والمغرب من خلال كتب الرحلات الحجازية وذلك ضمن إطار سلسلة اللقاءات الثقافية ضيوف وقضايا تحت عنوان في رحاب التاريخ هذا ويصرها أن تهدي إلى سيادة إلى سيادة الدكتور عبدالواحد هذه الشهادة تقديرا لجهوده وتتويجا لأعمال المنتدى في هذه الأمسية الراقية التي استهلتها الدكتور جميل الفيلالي وصير أعمالها الدكتور سعيد المصلح شكرا لحضرتكم الدكتور سميرة من أرض فلسطين أرض الرباط وأرض الجهاد تحية منا من إخوانكم المغاربة إلى شخصكم الكريم شكرا على مروركم العطر وعلى كلماتكم الطيبة شكرا لما عليكم الدكتور الفاضل السيد المستشار أسامة أمين من أرض مصر الطيبة أرض العطاء والعلم والمارفة لكم منا جزيل التقدير والامتنان على هذه الشهادة وعلى هذا الوسام وعلى هذه الهدايا منكم فهذا كرم منكم ومن فضلكم فجزاكم الله خيرا ويسر أمركم وسدد مسعاكم وخطاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل الموقر الدكتور عبدالواحد الهاروني علوي جزيل الشكر لمعليكم على هذه الأمسية الماتعة بعنوان التواصل الروحي والحضاري بين المشرق والمغرب من خلال كتب الرحلات الحجازية وإن شاء الله يتحقق على أيديكم أن تكون الرحلة بإذن الله التالية وقد 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 اندمجت الدول العربية كلها في قطر واحد بإذن الله على أيديكم لتكون ليس من خلال كتب الرحلات الحجازية بل من خلال الرحلات الحجازية لكل الدول العربية قاطبة إلى مكة المكرمة شكرا للمعاليكم شكرا لدكتورة جميلة التي تفضلت بتقديم الأمسية شكرا لأخي الفاضل الموقر الدكتور سعيد المصلح المبدع دائما شكرا لأستاذنا الجليل وشيخنا الفاضل الدكتور لخلافة متوكل شكرا لجميع من أسهم في إنجاح هذه الأمسيات أشكرهم جميعا أعضاء بدءا من سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة الدكتور المشرف العام الدكتور محمد الشريف مجلس الإدارة الموقر جميع الأعضاء سواء الذين أسهموا بالكلمة والمداخلة أو أسهموا بالمشاركة شكرا لكم جميعا شكرا للمشاهدة